أنا أعمل إيه بعد ما نوصل إن شاء الله لوقف إطلاق نار رقم واحد توحيد الموقف الفلسطيني توحيد الفصائل الفلسطينية على خريطة الطريق للتفاوض هذه الخريطة بشكل أو بآخر تدمج غزة مع الضفة الغربية سياسية واجتماعية وفيما بعد على حتى طريق الجغرافية يبقى فيه الحركة من وإلى الضفة وغزة يكون متكونش بالتعقيد أو يكون فيه بلوكيد موجود ما بين التو وينجز فأول حاجة هو توحيد موقف الفصائل الفلسطينية دي أول خطوة طبعاً والقاهرة لها السبق دائماً صحيح وأبداً في هذا الملف بالتحديد لأن القوة الإقليمية الثانية الخصوم والأعداء إذا كانوا بيصدروا وبيظهروا دعم القضية الفلسطينية فهما بيدعموها على أساس براجماتي يعني كل قوة إقليمية سواء عربية أو غير عربية بتدعم فصيل ما تبقى لما صالح كل واحد بدوره على وكيل بالضبط هي الوكلاء فأنا لما أوحد موقف الفصائل الفلسطينية أو مكونات المشهد الفلسطيني علشان كلمة الفصائل دي بتوحي كمان بأن أنت موجود في غابة من الوكلات وده مش صحيح تشتت وشهر زملة داعي لها على الإصلاق بالضبط ومش مصلحة أي طرف بالضبط فعندنا في القاهرة من مايو 2011 بنينا ده مع وجود فتح وحماس في القاهرة قبل منه كان موجود حوار مكة تقريبا لكن نقدر نبني على من مايو 2011 لما القاهرة استضافت المكونات الفصائل الفلسطينية واتفقوا على صيغة أو مقاربة موحدة زي أنا هتعامل في الفترة اللي جاي بس طبعا جت تطورات الأحداث وحرفت مركزية القضية الفلسطينية أنها تكون رقم واحد بالنسبة لمنطقة العربية ورغم ذلك أنه مصر برض ما توقفتش يعني كملت في 2014 وصولا لو أنا فاكر صح يوليو عشرين تلاتة وعشرين اجتماع العالمين بالضبط ده اجتماع مهم جدا الاربعتاشر فصيل كانوا هنا بالضبط النقطة دي لافتة جدا كمان في التشغيل الاستراتيجي لمدينة العالمين كعاصمة لمصر في الاتجاه الاستراتيجي الغربي فأنت بتفتتح خط دفاع في الغرب وإنت القادرة الفلسطينية في القلب منك وخط دفاع في الشرق ممكن نتكلم فيه إذا سمحت حضرتك بعدين برضو القادرة الفلسطينية هي الأساس فيه يعني العاصمة الإدارية ما بين العاصمة الإدارية والعالمين الاتنين وهما بيتم تشغيلهم أو إجراءات التشغيل الاستراتيجي للنقطتين دول بالتحديد كان على أساس القادرة الفلسطينية فده ده أمر يعني مفيش منه مفر إن مصر القادرة دي اديتها وهتديها أكتر من أي حد تاني في العالم في العالم حقيقي يعني حضرتك يكفي يكفي إن مصر القوة الإقليمية الوحيدة في المنطقة أو حتى القوة العالمية اللي في أي تحالف استراتيجي لها بتزبط على أساس إيه؟ دي باجة ودعم القادرة الفلسطينية على أساس حل الدولتين نشوفنا ده في كل القمم اللي حصلت مع القبرص واليونان طب قبرص واليونان ده شرق المتوسط وغاز ومصلحة اقتصادية لها برضو حطت القادرة الفلسطينية أوه طبعا حطت القادرة الفلسطينية في الواجهة علشان أضمن كمان موقف أوروبا من خلال قبرص واليونان لأن الجنوب المتوسط بالتحديد أقل مقاومة للمقاربة المصرية من الغرب والشمال لكن المتأمل كمان لحركة السياسة الخارجية المصرية هايشوف ان فيه علاقات كويسة جدا مع نرويج والدنمارك آه وألمانيا فانت بجيب من الجنوب للشمال لحد ما القرار لحد ما بتحصر القرار الاستراتيجي الغرب ما بين فرنسا وابريطانيا الاتنين دول فالاتنين دول لما بيلاقوا مجال مقاوم أو معاكس لوجهة نظرهم في إدارة حزل صراع خاصة من الخاصرة خاصرة وسط وجنوب أوروبا بيبقى ضغط عليهم جدا فأعتقد ان لازم يتم توحيد موقف الفصائل الفلسطينية وما بعد التوحيد احنا عندنا موقف عربي رسمي جامع من الدول العربية كلها وموقف شعبي في المنطقة العربية وبرى المنطقة العربية حتى في الأوساط الغربية الأوروبية يعني لسه دلوقتي كنت شايف في واشنطن دي سي مظاهرة 300 ألف متظاهر في العاصمة ده رقم ده ما حصلش حتى في الانتخابات بتاعتهم من أول دوارك كونجرس لحد دوارك الرئاسية فاحنا ممكن نستغل يعني رأي العامل ضغط ده وندفع في هذا في هذا الإطار خصوصا ان كمان الفصائل الفلسطينية في غزة تبدي احترام وهيبة للدور المصري تختلف عما سبق تماما يعني من ألفين خلينا نقول احنا في كل حرب حاضرين بس دي بالتحديد من مايو من مايو واحد وعشرين لحد اللحظة فيه فيه تغير تغير ملحوظ ومايو واحد وعشرين دي كانت يمكن مواجهة سقيلة على إسرائيل لأن كان لأول مرة تشهد السيناريو زي اللي شهدته سوريا والعراق من حيث ان الفصائل والحواضن الاجتماعية للفصائل تهجم على نقاط التمركز الإسرائيلية على طول الضفة ومحيط أو غلاف غزة ده محصلش قبل كده فوقت واحد يعني نفس اللي حصل معانا قبل كده في 2011 اللي حصل مع مع سوريا حاجة مقربة فهم تخضوا نروح ل مين الكبير مصر طبعا فلو سمحته وإحنا عايزين هادي فمصر الطرف الوحيد اللي عندها قنوات اتصال مع كل الفصائل ده مش موجود مش موجود مع تركيا ولا موجود مع إيران ولا موجود مع الأمريكان ترجمة نانسي قنقر